السلام عليكم متابعين دراما سبورت على طلب من الأصدقاء المتابعين للقناة فرح نحكي عن تصريح الكابتن نبيل معلول مع الاستاذ لطفي الاستواني حول عدد الأندية السورية بالدور السوري يعني أنه عدد 14 نادي فهذا العدد جدا كبير وكمان عم بيتسبب بتفاوض المستوى بين هالأندية وأكيد بإضعاف الدوري فنيا كمان حكى الكابتن نبيل معلول أنه عدد 12 أو 10 أندية بالدور السوري الممتاز كأقصى تقدير هذا العدد المناسب للدوري وأنا بدي أضيف من عندي 6 أندية فقط مؤهلة لتلعب دوري ممتاز الأندية السورية بشكل عام بدأ إعادة هيكلة إعادة فهم لقانون الاحتراف إعادة فهم القوانين خصوصا الإدارات اللي عم تتعاقب على الأندية السورية بشكل أو بآخر أما إذا ظلينا مثل ما نحنا من دون أي تغييرات بالهيكل الأساسية لكل نادي بقوانين الاحتراف اللي لازم تتطبق مو مجرد كلام على التلفزيون كل عام عم منشوف أنه اتحاد كرة القدم عم يحكي عن قوانين صارمة تجاه الأندية الموجودة بالدوري لكن ما عم منشوف تطبيق هاي القوانين دائما في حكي لكن التطبيق والتنفيذ معدوم أبدا إذا بدي أحكي عن كل نادي بسوريا بمختصر مفيد فنادي الجزيرة بشكل أو بآخر دائما رجل بالدوري الممتاز والرجل الثاني بالدرجة الأولى وكذلك الأمر بالنسبة لنادي جبلة يعني صار هذا الأمر نهج بالنسبة لهالناديين رجل بالممتاز ورجل بالأولى بسبب الإدارة بسبب الظروف بسبب الوضع المادي لها الأندية لأي ظرف إن كان وإذا بنا نحكي عن الفتوة فأيام زمان كان الفتوة بيطالع نجوم مثل المحمود حبش عمر السومة يعني يلي أنا لحقتهم اللي لحقت تشوفهم حالياً شو الموهب اللي طالعوا نادي الفتوة آخر السنوات ما عم بتشوف شي يعني ما عم بتشوف الأندية عم بتشتغل بالشكل المناسب وإذا بدنا نحكي عن النواعير والطليعة موسم بتشوف أندية محترفة أندية بتلعب أندية جماهيرية وموسم تاني بتشوف نادي هوات نادي الكرامة إذا بدنا نحكي عنه بعد ما كان كل موسم بيطالع عشرين لاعب محترف هلأ صرنا آخر خمس سنوات ست سنوات بانتظار لاعب واحد محترف لاعب واحد طفرة ما في بنادي الكرامة المدرسة اللي عم بتخرج لاعيبة الوحدة بهذا الموسم أو بالمواسم السابقة ما عم بتفهم تشكيلة النادي كل موسم بتشكيلة جديدة نادي حطين هالموسم تعاقدات نارية ما بتعرف شو ممكن يصير بنادي حطين الموسم القادم ما في شي مشروع ما في شي سابت ما في شي مؤكد بنادي حطين وإذا حكينا عن نادي الشرطة فما بتعرف شو بده من الدور يعني هو جاي نافس ولا جاي يهبط ولا جاي يشارك يعني بصراحة حتى الشرطة ما نفهمان شو الموضوع تبع هالنادي الساحل ممكن ما نحكي أو ما نحكي عن الوضع بنادي الساحل كون إجداد على المعمع الكروية بالدور الممتاس من خلال الاندي اللي ذكرتها يعني ما منلاقي غير اربع اندي عم بلاقي انه هالاندي اخر خمس سنوات اربع سنوات عم بتقدم شوية استقرار مو استقرار كامل لكن فيه فيه استقرار فيه فيه شي عمل فيه عمل اداري فيه عمل فني فيه شغل يعني نادي تشرين الوسبة الاتحاد والجيش الاتحاد بنسبة اقل دايما بتشوف فيه تخبطات بنهاية الموسم لكن فيه استقرار نوعا ما الجيش مستقر بشكل او باخر تشرين جيد الوسبة جيد اربع اندي فقط الدور السوري الممتاز اربع اندي فقط بتحس انه عم بيشتغلوا بشغل احترافي بقية الاندي اسه للأسف لذلك يا شباب بالمجمل تصريح الكابتن نبيل معلول حول عدد الانديا السورية الموجودة بالدور الممتاز تصريحه انا شايفه منطقي يعني هذا الحكي اللي عم بيحكيه الكابتن نبيل معلول صرنا عم نحكيه بكل تغطيتنا لمباريات الدور السوري وكل كلامنا عن الدور السوري انه دايما بتشوف في الانديا يوم فوق يوم تحت ما فيك تحلل اصلا ما فيك تحلل اداء اللاعب السوري ما فيك تحلل مستوى النادي كيف النادي عم بيشتغل ما فيك تفهم شو عم بيشتغله المشكلة دايما يا شباب ما عم نلاقي حلول منطقية حلول جيدة يعني من العام الماضي عم نحكي يا جماعة اذا بدك تتعاقد مع لاعب لازم يكون عقد اللاعب اقل شي ثلاث سنوات الغوا فكرة العقد لمدة عام واحد فقط اذا بدك تتخلص من اللاعب تبعا للثلاث اعوام ففيك تعيروا لشينادي لكن لازم يكون العقد مستمر ثلاث سنوات اربع سنوات ما فيه ما فيه يعني ما فيه بقانون الاحتراف عقد لمدة عام واحد هون يا شباب لازم ارجع لنفس الموضوع اللي حكيت فيه بقصة الكابتن محمد باش بيوك يعني حكيت عن موضوع طرده من المنزل بسبب عدم دفع اجار البيت وبعدها طلعت ادارة نادي النواعير وطلعت ببيان وحكوا كلام كبير وانه نحنا دفعنا له مصاري اجار المنزل لمدة عام ونحنا وضعنا بالسليم وبصراحة فيه ناس من جمهور نادي النواعير عاتبنا انه لازم تسمعوا الطرف التاني وحاليا عم نحكي لكم عن الطرف التاني رد الادارة على المطالبات مطالبة اللاعب محمد باش بيوك بيوك ماشي انت دفعت اجار المنزل لمدة عام هذا الامر الله يعطيك العافية لكن اخر اربع شهور هل يا ترى دفعت راتب اللاعب وهون انت ممكن تدفع لي مبلغ كبير ممكن اصرف هذا المبلغ بنفس اليوم ممكن ابني يكون مريض ممكن والدتي تكون مريضة فهون انا مجبور يعني اصرف هذا المبلغ يعني نزلي اذا دفعت لي دفعة كبيرة اني اصرفها فقط على اجار المنزل ممكن تكون عندي كلاعب التزامات اخرى يا جماعة في شي اسمه الراحة النفسية لللاعب اللاعب انت ما فيك تطالب منه تقديم اداء وتقديم مهارات وتقديم اي شي بالدور السوري لان اللاعب السوري ما انه مرتاح نفسيا جمهور النوعير اللي كان عم بيعاتب انت بتعرف انه ممنوع انت ما تبعت راتب اللاعب لمدة شهر شهر واحد اذا تخلفت عن الراتب بقانون الاحتراف هذا الشي ملغي هذا الشي ما انه موجود اذا انت بدك قانون احتراف وهون يعني اذا شخص حكى انه نحنا يا داني نحنا بسوريا ما انه بالدوري الاسباني والدوري الايطالي والدوري الانجليزي فهون لازم كمان تحترم رأيي لما بحكي لك انه ادارة النادي ادارة هوات ادارة غير محترفة ما لازم تدافع عن ادارة النادي بهذا الظرف اذا انت بسوريا وعجبك الوضع فخلص هي ادارة هوات قولوا انه احنا ادارة هوات وما حدا له علاقة وقتها بنرفع لكم القبعة بس ما تحكي لي انه ادارة محترفة اربع شهور ما تدفع راتب للاعب الراحة النفسية لللاعب اللاعب بيلعب بالملعب ما بيعطي 10% من طاقته لانه عم بيفكر بشغلات تانية ما عم بيفكر بكرة القدم وعلى فكرة يعني هذا الشي ما بيخص فقط نادي النواعير يعني انا بذات الفيديو حكيت عن كل الاندية بكلمتين ثلاثة يعني كل الاندية السورية بالوقت الحالي في اربع اندية فقط يعني عم بيشتغلوا بطريقة جيدة بطريقة احترافية نوعا ما بقية الاندية اللاعب هو الحلقة الاضعف لما يا شباب يعني ما حدا يدافع عن ادارات الاندية يعني حكينا بموضوع ادارة نادي الاتحاد حكينا بموضوع اي نادي الادارة لا تدافع عنها اذا بدك تدافع عنها بالمسائل المالية فاتفضل حضرتك ادفع رواتب اللعيبة وبنرفع القبة على الادارة ولا لك لكن انت ما لازم تدافع عن ادارة النادي اذا كانت الادارة مقصرة اربع شهور اللاعب ما ابض رواتب نحن دفعنا له حق اجار المنزل لمدة عام طيب انا بدي اصرف هذا المبلغ لسبب معين عندي الظروف الخاصة ادفع لي راتبي ما بدي اكتر من راتبي وهون يا شباب يعني الجمهور في طالب اللاعب بتقديم مستوى ممتاز لما اللاعب بي ابض راتبه بالوقت المحدد بالتوقيت المحدد هون اللاعب اذا قصر اذا ما عطى 100% فهون انت لازم تنتقد اللاعب تجيب اجره للعب بينما اذا عم بتشوف اللاعب صلوا اربع شهور ما عم يقبض رواتب فهون لازم تنتقد الادارة ما عم تنتقد الشخص اللي عم بيحكي لك انه ادارتك مقصرة ادارتك ادارة هوات وبرجع وبحكي اغلب الانديا السورية نفس الشي لكن حدث ونفضح الامر بنادي النواعير واذا بدك تشتري لاعب اشتري يعني بعقد لمدة ثلاث سنوات بوقتها حتشوف اللاعب يعطي وحتشوف اللاعب بقدم وحتشوف اللاعب بيفكر فقط بالملعب اي اشي خارجي ما بيفكر فيه بكرة القدم فهذا اللاعب كمان مصدر رزقه كرة القدم يعني نحنا لازم نكون واعين لهذا الامر بتمنى يعني يا شباب اي شخص يدافع عن ادارة النادي يعني يدافع وما يظلم اللاعب ما يظلم اي شخص تاني يعني نحنا بصراحة وصلنا للقرن ال 21 ما شفت نادي يعني النادي اللي ما بيدفع راتب اللاعب لمدة شهر شهرين بيتعرض للعقوبة وللهبوط عشو عم تحكو انتو نادي بروسيا دورتموند كان مهدد بالهبوط لان كان عليه ديون ما عم بيدفع رواتب اللاعبه ما عم بيدفع رواتب الموظفين اجتمعوا جمهور نادي بروسيا دورتموند قصة معروفة الكل بيعرفها وجمعوا مصاري وجمعوا كل شيء وساعدوا النادي ونهضوا بالنادي يعني هون ما بطالب جمهور النواعيره واي جمهور يجمع مصاري لادارة النادي لكن عقد ببساطك مدرج ليك لا تشتري لعيبة غاليين اعتمد على ابناء النادي ما بدك تجيب لعيبة محترفة اعتمد على ابناء النادي حقك بس اذا بدك تجيب لعب محترف وثلت شهور اربعة شهور ما بتدفع له مصاري يعني هذا الدوري ما انه دوري محترف لازم بصريح العبارة من الاتحاد الرياضي العام واتحاد كرة القدم منتمنى منتمنى تجبروا الاندية التعاقد مع اللاعب على الاقل طرعوا هيق قانون ممنوع على عقد لمدة عام واحد للاعب كرة قدم عقد لمدة عام واحد انت ما بتخلي اللاعب مستقر لا فنيا ولا بدنيا ولا اي شيء قانون ثلاث سنوات وإلا اعتمد على ابناء النادي نادي الكرام يصلوا عشر سنوات ما عم بيطالع لعيبة حرام نادي مدرس حمص ونادي الكرامة بزا كل سنة كانت عم بتطالع عشرة خمسة عشر لاعب يعني احنا احيانا بنتابع مباريات بالدوري بنحس انو اللاعب مو مو بتجو يعني ما نو بتجو ما نو بجو المباراة لان اللاعب بيلعب فقط انو بدي يلعب كرة قدم بس ما عم يلعب ليستمتع ليمتع وهذا كل شي حابب احكي وبتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة موسيقى